بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أبناء الطلاب في درس من دروس التربية البدنية للصف الأول ابتدائي معي أنا الأستاذ رعد الأسمري كما تعودنا قبل ما نبدأ الدرس نذكركم بمتطلبات النشاط الرياضي الأوهية الراحة الكافية والمقصود بهالنوم لمدة تسع إلى 11 ساعة خاصة في وقت الليل التغذية السليمة المنزلية تهيئة المكان المناسب لأداء التمارين والنشاط الرياضي بشكل سليم بعيدا عن الأدوات بعيدا عن أي شيء يحيقك لممارسة النشاط الرياضي أربعة ارتداء الملابس الرياضية المناسبة وفي الأخير تعويض الجسم بالسوائل من خلال شرب الماء قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط الرياضي هذه لازم نركز عليها كمتطلبات لأي نشاط رياضي نشوف وندخل على الفوائد النشاط الرياضي تحسين اللياقة القلبية التنفسية واللياقة العضلية وتحسين الصحة العقلية والمزاجية المحافظة على الوزن الصحي المناسب سواء بهدف نزول الوزن أو باكتساب كتلة عضلية ووزن صحي مناسب الوقاية من الأمراض كالسمنة والسكري والقدرة على ممارسة جميع الأنشطة العامة والرياضية بشكل خاص وكذا ختمنا فوائد النشاط الرياضي وندخل على طول على تمارين الإحماء كما هو موجود في الشاشة نشاهد الجري في المكان الجري في المكان لمدة ثلاثين ثانية الجميع وقوف ابعاد أي شي أي أدوات تضرك أو تعيقك عن أداء النشاط الرياضي ابتعد عن الشاشة للخلف أو للجوال والاستعداد لعمليات الإحماء الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع سبع ثمان تسع عشر يا سلام واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع تسع عشر ممتازين دائماً نبدأ في تمرين خفيف إلى أن نصعد بالتمرين من الخفيف إلى الثقيل والمتعب بشكل خاص نشاهد الآن كما تشاهدون ليدين على الجمب وعملية تبادل القدمين للأمام والخلف بهذه الطريقة واحد اثنين زي ما أنتم شايفين نبغي يا شباب الاستعداد من الجميع يلا يا شباب ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع أمام خلف تسع عشر واحد اثنين ثلاث خمس ست أبطال سبع ثمان تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ناخذ راحة خمس ثواني نحاول نمشي فيها عملية شهيق زفير نريح الاستعداد للتمرين القادم من عمليات الإحماء القفز على قدم واحدة لمدة خمسة عشر تكرار نبدأ بالقدم اليمنى اليدين على الوسط تمرين قوي يقوي عملية التوازن و يبني عضلات المحيطة بالركبة لتمنعك من الإصابات ولا سمح الله الشدود والتمزقات الجميع يستعد يلا يا شباب بهذه الطريقة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس اخذ راحة مشي في المكان الآن تسوي القفز على الرجل أو القدم اليسرى بهذا الشكل ممتازين يا شباب يلا يا بطال نبغى حماس نبغى تفاعل الجميع يستعد ويركز معايا ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس استريح اخذ راحة استرجع النفس دائما نركز في فترة الراحة نحاول ما نتكلم عشان ما تزيد التعب وبكذا ترتفع دقات قلبك إلى الأعلى نشاهد الآن التمرين الثالث من عمليات الإحماء الجري في المكان مع رفع الركبتين عاليا بهذه الطريقة ممتازين ممتازين يا شباب ومن الجانب بهذه الطريقة ممتازين يا شباب نركز مع بعض ثلاثين تكرار ثلاثين عدة نحاول ما نوقف نبدأ مع بعض نوقف مع بعض في الأخير نتعب لأنفسنا شوي راح نلقى النتائج والفائدة بإذن الله في المستقبل الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع نشاهد مرة ثانية ثمان تسع عشر واحد ممتازين اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع أبطال تسع آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر أعطيكم العافية راحة ونفس كالعادة شهيق زفير وعلى طول قبل ما ندخل في الإحمان ذكركم ثاني مرة بالشهيق من الأنف إخراجه من الفم دائما حاول تطبق هذه التنفس في أوقات الراحة بين التمارين نشاهد التمارين الثاني نلاحظ حركة اليدين والميل للجهة اليمين والجهة اليسار ونظرك يكون لليمين واليسار متازين يا شباب الجميع يستعد ثلاثين تكرار ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع يمين يسار خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث ممتازين خمس ست سبع ثمن تسع عشر ريح أعطيكم العافية ممتازين يا شباب قاعدين نصعد في التمارين نركز على التمرين القادم يدان متشابكة ممدودة للأعلى القدمين باتساع متوسط يمين ويسار مع ميل الجذع الجميع يستعد لمدة ثلاثين ثانية ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع تسع عشر يعطيكم العافية أداء ممتاز اللي حوالينا موية لازم يشرب موية عشان يستعيد ويعوض جسمه بالسوائل اللي فقدها خلال تمريننا لهذا اليوم نذكركم بدرس من الدروس الماضية الأول هو الوعي بأجزاء الجسم ذكرناكم بالأعضاء الموجودة أو أجزاء الجسم ذكرنا لكم من الجسم ينقسم إلى جزء سفلي وجزء علوي والرأس والجذع هي المنطقة الوسطى ذكرنا أن أهمية أو أهمية عضلات أو أجزاء الجزء السفلي الفخذ الركبة الساق القدم لما نطلع الجزء العلوي الأكتاف الصدر الظهر ندخل في الجذع أو وسط متوسط الجسم البطن الخواصر والجزء الأخير وهو الرأس بالشعر والنظر والأنف والفم كذا لخصنا لكم أجزاء الجسم ونرجع نذكركم بدرس الجري الصحيح نذكركم بعملية تبادل الذراعين بشكل عكسي مع حركة القدمين الرأس الرأس دائما يكون للأمام والنظر أيضا إلى الأمام وذكرنا لكم أنه ينقسم أو يتكون الجري من ثلاثة أقسام الارتكاز الأمامي والخلفي أثنان الأخطاء الأخطاء الموجودة وعلى بعض الأشياء اللي ممكن نركز عليها هنا ما يجب مراعاته في وضع الاتزان قلنا توجيه النظر دائما إلى الأمام وللأعلى مع ثني الرقبة للخلف قليلا وتكون قدم الارتكاز ملامسة للأرض كما تشاهدون وأصابع القدمين متجهة للخلف نأخذ حبة حبة نذكركم على بعض النقاط المهمة اللي لازم نركز عليها لتأدية المهارة بشكل صحيح وضع الكفان على الأرض باتساع الصدر زي ما قلنا لا تكون واسعة أو ضيقة إشارة أصابع الكفين إلى الأمام كما ذكرنا النموذج اللي أمامنا فيه خطأ الأصابع جاي على الجم وتكون الذراعان ممدودتان بشكل كامل كما هو موجود نشاهد في النموذج الجانبي والنموذج الأمامي ممدودة بدون ثني ممدودة بشكل كامل وذكرنا لكم طريقة أداء المهارة بشكل هذه الصور هنا البداية والآن عملية الاستعداد لأداء المهارة بكذا نشوف النموذج الصحيح لأداء مهارة الاتزان المنخفض وهنا موجود تمرين يساعد على إتقان المهارة نركز على هذا التمرين مد اليد والقدم بشكل مستقيم وملامستها إرجاعها مع بعض بشكل عكسي نشاهد نستخدم اليد اليسرى مع القدم اليمنى والعكس صحيح لأداء مهارة الاتزان هذا تمرين بسيط يركز على أداء المهارة ويساعدك على أداء المهارة بالشكل الصحيح الآن نأخذ سؤالين نريد نرى الناس المركز معنا لازم نركز على بعض النقاط لأداء المهارة بالشكل الصحيح نبغى دائما نكون تطبيق المهارة 100% صحيح لأن إذا كان في شيء خاطئ يخرب أو تخرب الفائدة كاملة الآن نشاهد في السؤال يكون الظهر في وضع تقوس للأعلى يعني هل الظهر مستوي أم متقوس للأسفل منحني أو متقوس للأعلى هاي شباب طبعا زي ما قلنا النظر الأمام والرقبة للخلف بكذا يكون التقوس التقوس لازم يكون للأعلى وكذا تكون إجابة صحيحة نشاهد في النموذج الظهر متقوس إلى الأعلى نشاهد هذا الميلان الخفيف بشرط أنه لا يكون للأسفل أو يكون 100% مستقيم على مستوى القدم الممدودة الآن نشاهد السؤال الثاني يتم مد الرجل الحرة بشكل مستقيم وأقل من مستوى الجسم حين الآن اتفقنا على الرجل الممدودة تكون بشكل مستقيم ممتاز كذا السؤال أو النقطة ماشية تمام ولكن أقل من مستوى الجسم يعني هل هي أنزل تحت مستوى الجسم كذا السؤال فيه جزئين جزء صح وجزء خطأ اتفقنا على أن القدم تكون فوق مستوى الجسم للأعلى وبكذا تكون الإجابة خاطئة والسؤال ما اكتمل لازم شرط أن تكون القدم مستقيمة وأعلى من مستوى الجسم نركز على بعض الأسئلة يا شباب ما نقرأ أول سؤال ونعديه لازم نركز مرة ومرتين وثلاث بكذا تكون الإجابة خاطئة أتمنى منكم تستفيدون من الأسئلة التي نقدمها وبكذا نكون ختمنا مهارتنا استمتعنا فيها مهارة جميلة جدا جدا نحاول نركز على بعض النقاط اليدان ممدودة النظر للأمام الرأس للخلف قليلا الرجل الممدودة مستقيمة ومتجهة للأعلى والظهر يكون له تقوس للأعلى والأصابع باتجاه الأمام باقي نقطة أخيرة عشان ما تنسونها وجه القدم ملامس لصطح الأرض والأصابع متجهة إلى الخلف نذكركم بمتطلبات النشاط الرياضي الراحة والنوم المذكر تهيئة المكان المناسب ارتداء الملابس الرياضية المناسبة التغذية الجيدة والصحية بوقت كافي قبل النشاط شرب الماء بعد النشاط البدني وتعويض السوائل شكراً لكم على حسن استماعكم ونلتقيكم في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم